حسنا في هذا الفيديو سنتحدث عن بعض الخرافات التي تقال في مجال البرمجة وهي تكون تماماً ليس صحيحة فعالوا نبدأ سريعاً من أول شيء التي تتسمع وأنا أرى أنها ليست صحة بصراحة أن يقول لك أن اللغة الفلانية أفضل من اللغة الثانية يقعد مثلاً يقارن بين التعلم C-Sharp وهو نصفه يتعلم C-Sharp يسيبها ويبتدي يتعلم بايسون لكي تسمع بايسون منتشر أكثر أو أحسن ممكن يسيبهم يتعلم حاجة تالتة كلام ده غلط يا جماعة ومفيش حاجة اسمها لغة واحدة هي أفضل كل اللغة من اللغات البرمجة متميزة في حتة معينة يعني هتلاقي مثلاً أن البيسون متفوقة جداً في موضوع المachine learning والimage recognitions وكل الحاجات الجميلة دا على عكس مثلاً C-Sharp والجافا هتلاقيهم متميزين جداً في حتة ERP Systems والشركات بتعتمل عليهم جداً في applications بتاعة البيزنس وهكذا غير لو بتعمل games مثلاً فمحتاج تتعلم C++ غير لو محتاج تعمل website بسيط فهتستخدم JavaScript فكل لغة مميزة مش معنى ذلك أن في حاجة أحسن من الثانية ومش لازم كل شوية تقعد تنقل من اللغة للتانية حاجة الثانية أن انت مش لازم تكون عبقري عشان تتعلم برمجة برمجة يا جماعة مش صعبة بس هي محتاجة تتعلمها صح وبتاخد وقت يعني الكلام بتاعنا تتعلم برمجة في 3-4 أسابيع أو 5 أسابيع كلام ده عاري من الصحة تماماً مفيش حاجة اسمها كده الموضوع بيبقى محتاج وقت حتى لو تعلمت طريقة معانة أو syntax بتاع اللغة نفسها برضو بتحتاج وقت تعلم تحتاج لمشاكل أكتر ويبقى عندك خبرة كافية الناس بتكون بقى لها في المجال سنين ولسه بتتعلم حاجات جديدة في نفس لغة البرمجة بتاعتها وخاصة لو انت بقى دلوقتي فيه تطوير بشكل كبير جداً تريباً في كل لغات البرمجة وكل frameworks يعني التطوير بقى شغال بشكل مزعج للناس اللي شغالها في المجال لأنه مش ملاحق يتعلم حاجات جديدة حاجة الثالثة اللي هتسمعها نقولك لازم تكون شاطر جداً في الرياضة عشان تتعلم برمجة وأنا عارف موضوع ده ممكن ناس تعترض عليه بس لا مش شرط تكون شاطر في الرياضة عشان تتعلم البرمجة البرمجة هي علم قائم بذاته هي مش مبنية على الرياضة ممكن تكون بتاخد بعض قواعد الرياضة في بعض الجوانب في البرمجة زي مثلاً الجيمز صناعة الألعاب محتاج جداً انت تبقى شاطر في موضوع الرياضة حاجات زي الـ Data Analysis والـ Data Scientist لازم تكون شاطر في الرياضة بس مش كل حاجة في البرمجة معتمدة على الرياضة لو انت بتعمل ويب سايت عادي يعني مش محتاج تكون شاطر في الرياضة عشان تقدر تعمل ويب سايت أو تعمل حتى برنامج على الموبايل بس لو الحتة اللي انت عايز تشتغل فيها معتمدة على الرياضة زي ما قلت زي صناعة الألعاب أو الـ Data Science محتاج تتعلم طبع الرياضة أو تكون شاطر فيها أصلاً من الأول نقطة الرابعة ان في ناس أنا بسمعها بتقولوا احنا بنحفظ الكود مفيش حاجة اسمها يا جماعة حفظ كود ده كلام مش سليم بالمرة انت لو حافظ مثلاً حاجات بتكتبها اه تمام لكن ما يبقاش عن عمد ان انت حافظ برنامج أو حافظ طريقة معينة بتكتب ازاي لا أهم حاجة تبقى فاهم لو حفظت هتلاقي الدينية بتتغير كل شوية فمفيش حاجة اسمها تحفظ كود دي يا جماعة ولو انت محتاج تسترجع مثلاً اسم حاجة معينة Class معين Function معينة مفيش مشكلة خلط تقدر تفتح الـ Documentation بتاعت اللغة دي أو تفتح الانترنت زي ما أغلب الناس بتعمل جوجل وتسرش عليها تجيبها لك على طول وتبتدي ايه تكمل حاجة الخامسة تلاقي بقى بعض الناس دلوقتي تقول لك ايه ده المبرمجين مش قبليهم وظائف المستقبل الكلام ده برضو جماعة غير صحيح تماماً وظيفة المبرمج بختلف بقى تخصصك ايه من أكتر الوظائف المطلوبة في كل بلد في العالم دلوقتي كل شركات دلوقتي تقريباً بقت محتاجة مبرمجين تكون شغالين عندها أو هو شغال في شركة بتعمل Softwares ليه شركات تانية فالموضوع بقى مطلوب بشكل كبير جداً ومش هيختفي في المستقبل القريب خالص يعني ولو وظيفة المبرمج دي اختفت يعني تم استبدالها بـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي فأعتقد هتبقى آخر حاجة البرمجة اللي ممكن نقلق خصوصها كوظيفة يعني لأن أعتقد الـ AI هيرابلس كل الشغلانات التانية على ما يوصل ليه البرمجة أو للمبرمجين حاجة الستة إن ناس كتيرة هتلاقيهم بيقول لك دي البرمجة دي عام copy paste تاخد copy paste ده عامل زي اللي بيقول لك كده إن النجرة انت ماسك شاكوش عمل تخبط به على الخشب كل يوم كلام ده طبعا غير علمي وأي كلام يعني بالبلدي لأن هي الفكرة إن انت آه ممكن تلاقي كود موجود في الـ documentation على stack overflow على أي موقع الانترنت بس فكرة بقى إن انت تكستمايزه أو تحطه في المكان المزبوط في الشغل بتاعك هو ده اللي محتاج مهارة ده على فرض إن انت جاي بالكلام copy paste كده وحطه لكما فيش حاجة اسمها خش أجيب الكود أعمله copy وأعمله best فالدني هتشتغل ده أي كلام واللي بيقوله غالبا بيكون مش فاهم يعني طبيعة الشغل بتاعتنا طيب النقطتين الجايين دول ايه هم هيبانوا إن هم عاكس بعض وهمش عاكس بعض ولا حاجة وممكن الناس ايه تبقى واخدة منهم موقف يعني إن انت تشتغل مبرمي الكمبيوتر مش محتاجة إن انت تكون معاكش هذا جماعي في ناس يا جماعة بتتعلم أونلاين كتير جدا من كورسات من كتب من فيديوهات في ناس بعد ما تخرجت من الجماعات وخاصة زمان ما كانش موضوع البرمجة ده منتشر جدا ابتدوا يتعلموا موضوع البرمجة وبقوا شاطرين جدا باختلاف في ناس خارجين هندسة في ناس خارجين تجارة على حسب يعني بس مش محتاجة شهادة جامعية عشان تبقى مبرمج بس هل معنى ذلك ان الشهادة الجامعية في المجال ده مش مهمة لا انا ما اقولتش كده خالص بس بقولك ان انت لو اتخرجت من تخصص معين وعايز تحب تدرس برمجة وكده موضوع مش صعب ومش مستحيل وفي شركات دلوقتي ما بتطلبش اصلا شهادة جامعية بالعكس يبتبع النقطة اللي انا كنت لسه بتكلم فيها النقطة السابعة ده تقولك لا خلص مش مهم ان انا احصل على شهادة جامعية كلام ده طبعا غلط تماما لو انت لسه صغير او عندك وقتين تتبقى عندك شهادة جامعية في مجال البرمجة دي حاجة كبيرة جدا وحاجة مهمة جدا ومفيش حد يقدر يقول انها فطبعا دي حاجة اكيد مفيدة يعني لو حد قالك تدخل كورس زي الفل وما تدرس الكلام ده لا الكلام ده غلط لو حابب الموضوع وانت ليس صغير في السن خش جامعة او كلية تقدر تتعلم فيها الكلام ده بشكل علمي فطبعا دي هتبقى مهم جدا بس لو انت عديدت المرحلة دي او ما عندك الاختيار ده دلوقتي نرجع للنقطة السابعة وان مش شرط عشان تشتغل في مجالنا انت يكون معاك شهادة جامعية اهم حاجة تكون قادر تخلص التص اللي انت هتكلف بيها بس مش طول عليكم واشوفكم فيديو جاي ان شاء اشتغل